اشتركوا في القناة وخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمضي قدما في عملية الإصلاح والتطوير المنشودة في كافة المجالات لا سيما الاقتصادية والاستثمارية منها وذلك على نحو يمكنها من تحقيق نمو وازدهار اقتصادي لما فيه خير وصالح مصر وشعبها الشقيق وأشهد معاليه بما تشهده مصر من مظاهر التطور الحضاري والعمراني وما تعكسه مشاريعها التنموية الجديدة من تجربة رائدة تحسب لها في النهضة والتنمية والتحديث الشامل جاء ذلك لدى زيارة معاليه مقر شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بجمهورية مصر العربية الشقيقة بحضور معالي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي وسعادة اللواء طارق نصير عضو البرلمان العربي أمين عام حزب حماة وطن رئيس بعثة الشرف ولدى وصول معاليه مقر الشركة الكائن بالعاصمة الإدارية الجديدة كان في مقدمة مستقبلية المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وفي مستهل الزيارة استمع معاليه لا شرح حول مشروع العاصمة الإدارية الجديدة واطلع على عرض يوضحه مراحل تطور المشروع وما تم فيه من إنجازات حتى الآن وأوضح معاليه أن العاصمة الإدارية الجديدة تعد مفخرة لمصر والعرب وتجسد نظرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة لما ستكون عليه مصر في المستقبل القريب هذه المدينة ستكون إن شاء الله فعلا ليست فقط عاصمة إدارية وإنما ستكون عاصمة لكل الأنشطة إن شاء الله بما أراه من مباني فخمة وشوارع متسعة وخدمات متكاملة سوف تكون إن شاء الله مركز نفتخر به كلنا كعرب وليس أنتم فقط الله يوفقكم إن شاء الله في مساركم ويعينكم فيما أنتم سيرين عليه ويوفقكم إن شاء الله وفق فخامة الرئيس لما هو في خير مصر الأمة العربية ولفت معالي نائب رئيس مجلس الوزراء لأن العاصمة الإدارية الجديدة بفضل ما تأسست عليه من بنية تحتية هائلة ومرافق متنوعة ومتطورة يمكن اعتبارها مدينة ذكية ومشروع تطوير عقاري متكامل من شأنها يوفر بيئة نموذجية للسكن وجودة حياة مستدامة وبمواصفات عالية وفرصا للأعمال وأعرب معاليه عن أمنياته القائمين على هذا المشروع بالتوفيق والنجاح لتحقيق ما يصبون إليه جميعا من أهداف أنشئ هذا المشروع الحضاري والطموح من أجلها بعدها تفضل معاليه بالتوقيع في سجل كبار الزوار ثم تجول معاليه في أرجاء المشروع وتفقد والوفد المرافق الحي الحكومي ومبنى مجلس النواب وساحة الشعب والنصب التذكاري من جانبه أعرب المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية عن سعادته بزيارة معالي نائب رئيس مجلس الوزراء إلى العاصمة الإدارية الجديدة مشيدا بعمق العلاقات الثنائية بين مصر ومملكة البحرين والقائمة على التآخي والتعاون المشترك موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة